يمكن في النهاية يا حبيب أعرف منك رسالتك لجماهير نت الزمالك ورسالة أخرى لعضاء الجماعية العمومية رسالتي للجماعية العمومية لازم يبقى عندنا وعي لازم نبقى بنختار مجلس كفاءات مفيش وصاية على اختيار الناس عايزين نختار الرجل المناسب في هذه المرحلة ممكن تبقى في مجموعة تقدر تنجح في مرحلة معينة لكن مش في هذه المرحلة دي مرحلة انتقالية مرحلة مهمة جدا 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 مش عايز النهاردة ان الناس تنخدع بشعارات وبكلام على أرض الواقع مش هيبقى موجود وخليني برضو يا أصدر زحمد أنا بتكلم معك أتطرق لموضوع مهم جدا وهو نادي 6 أكتوبر ونادي 6 أكتوبر ده أنا بقول عليه أنه هو إجزوبة انتخابية منذ 25 سنة كل مجلس إدارة بيجي يقول للناس نادي 6 أكتوبر نادي 6 أكتوبر في الحقيقة احنا بنمتلك مكان مهم جدا لكن ما ينفعش أنه هو يبقى على بداية أولوياتي لأن النهاردة أنا عندي مشاكل أهمة بكتير جدا الشيء الثاني والمهم جدا اللي إحنا عايزين نتكلم فيه في نادي 6 أكتوبر عشان أنا بوعي الجامعة اللومية عشان ما تصدقش الكلام اللي ممكن يتقال النهاردة 6 أكتوبر فيها أربع أندية سبقوك في هذه المنطقة نادي الصيد نادي زد نادي ودي دجلة ونادي الأهلي فرع 6 أكتوبر هل النهاردة احنا عندنا القدرة على أن احنا نجيب عضويات في هذه المنطقة بعد وجود هذه الأعداد من الأندية الاجتماعية أعتقد لا النهاردة الأندية الاجتماعية بتعاني لكن نادي 6 أكتوبر لازم ينظر إليه برؤية مختلفة مش رؤية اجتماعية رؤية رياضية من خلال ملاعب من خلال فندق رياضي من خلال أن كل النشاط الرياضي يبقى موجود في نادي 6 أكتوبر لكن مش عايز الناس النهاردة تتعك عن ناس وتقول لهم إحنا نادي 6 أكتوبر لأن في الحقيقة نادي 6 أكتوبر إجذوبة انتخابية من 25 سنة ومن الناحية الاقتصادية مش هيدر العائد اللي ممكن يتصرف عليه لازم نفكر في نادي 6 أكتوبر تفكير أوتوفزابوكس ومحدش يقولي النهاردة ده أنا هجيب حد بيقوتي عشان الاستثمار الرياضي النهاردة أعتقد يعني نبص حوالينا مفيش أي استثمارات في الأندية الاجتماعية ممكن تكون النهاردة هتحقق ربح دي رسالتي للجامعية العمومية وتوعيتي لهم الحاجة التانية رسالتي للجمهور عايزين نساند النادي نفضل ورا النادي النادي مر أصعب من كده بكتير وربنا وفقنا وكرمنا وكملنا مش عايز ان احنا كجمهير بقولهم ان احنا نتأثر بان لاعب كان عندنا راح النادي المنافس فبين نسبانا ميام التاريخ قبل كده بيقول ان نادي الزمالك راح منه لعيبة كتير جدا للنادي المنافس ونادي الزمالك استمروا ونادي الزمالك حقق بطولات ان شاء الله بإذن الله الزمالك باق والاشخاص والناس كلها زائلون وهيفضل نادي الزمالك هو النادي الكبير اللي كلنا بنتشرف اللي كلنا بنتشرف ان احنا بننتمي إليه موسيقى